مرحبا كيف كان شو أخباركم وتحياتي لكل متابعيني راح نفوت بالموضوع فورا مشان ما نتأخر عليكم هلا بوشرة كتير حلوة لكل حدا عم يسجل باليوئن بمفاوضة اللاجئين طبعا بكتير أماكن بوشرة صار راح كتير انه راح ياخدوا أعداد كبيرة من كتير أماكن من لبنان راح ياخدوا دفعات كبيرة على كندا وعلى أمريكا وكمان على أستراليا وكمان هلا هدول أكتر النسبة الأكبر على أمريكا وكندا وكمان فيه على أستراليا كمان نسبة أقل وعلى ألمانيا كما راح ياخدوا دفعا بس هالمرة نسبة ألمانيا وأستراليا أقل من نسبة كندا وأمريكا كل حدا مسجل يا جماعة بوشرة كتير صار لكم راح ياخدوا دفعات كبيرة اعتبارا من بعد عشرين يوم وأكتر شوي يعني راح يبلشوا ياخدوا ناس اللي كانوا مسجدين سابقا طبعا أنا كتير عم يقولون سجلوا يا جماعة مو خسرانين شي الناس عم يقولوا والله ما راح ياخدونا واذا سجلنا على الفاضي والناس صار لكذا سنة مسجلين عادي يا جماعة طيب أنتم مو خسرانين شي سجلوا فيه ناس يعني كانوا مسجلين ونسيانين الموضوع ونسيانين أنهم مسجلين أساسا سجلوا يعني فيه ناس والله فيه ناس بعرفهم بعد عشر سنين عشر سنين كانوا مسجلين تخيلوا كانوا نسيانين الموضوع حكوا معهم ويجب أن يأخذوهم على أمريكا بعد كم يوم. هناك أشخاص الذين سجلوا في تركيا بعد ستة شهور جعبوهم على ألمانيا. يعني لدرجة أن الشخص الذي يجي على ألمانيا بعد ستة شهور جعبوه بعد ما سجل بليوين بإسطنبول. طلع معنا على تيك توك. أنا بعمل تيك توك كل يوم على تيك توك. طلع معي على تيك توك وحكى قدام الناس قصته قال نحن سجلنا بإسطنبول وبعد ستة شهور جعبونا على ألمانيا. وهو بمنطقة هنوفر بالضبط. والمضحك بالموضوع أنه بعد ما إجاء على ألمانيا ما حبوا الحياة في ألمانيا. قال أنا وعيلتي ما حبنا الحياة في ألمانيا وبدنا نرجع على تركيا. يعني شر البليتي ما يضحك. الناس عم تحلم لتوصل. هن بعد ما وصلوا قرروا أنه يرجعوا وما حبوا الوضع. لهيك يا جماعة سجلوا وما نكون خسرانين شيء. تركيا راح تجيب 13 ألف شخص من الناس اللي سجلوا. من الناس اللي سجلوا. 13 ألف شخص راح ياخدوهم اعتبارا من بعد شهر أو أكثر شوي. راح ياخدوهم على ألمانيا أمريكا كندا أستراليا. طبعا موزعين يعني لكذا دولة راح ياخدوهم. لهيك يا جماعة سجلوا. أنا العنوين راح حطهم بصندوق الوصف. عنوين تركيا بشكل عام. راح حطهم كلهم بصندوق الوصف. فيكم تشوفوهم وتتواصلوا معهم. العنوين راح تكون بالتركي طبعا كل حدا بتركيا. راح يسل عن العنوين بأنقرة والله. بأي مكان راح نزل كل عناوين اسطنبول بصندوق الوصف. فيكن تكبسوا عرابط الصفحة بصندوق الوصف وبتفوتوا على العناوين كل اياتا. وحسب اي مركز قريب عليكن بتروح المركز وبتسجلوا حالكن. حتى اذا في مراكز يمكن مسلا اذا ما ردت مسلا ما ما فتحه لكم الباب يمكن مسلا لازم تعرفوا ايمت الدوام تبعون ايمت بيداوموا. لهيك سجلوا يا جماعة ما نكون خسرانين شي. الاف الناس عم بياخدوهم على على كثير دول. المانيا ولا يعني حتى بريطانيا واسبانيا في كثير دول عم بياخدو. كل دول مثلا انت بدك تروح تسجل حالك شو مطلوب منك تحكي وتاخد معك. تاخد معك كل شيء اوراق. كل شيء عندك ثبوتيات بتاخد معك. يعني حتى لدرجة يا جماعة. واحد راح يقول لي ما عندي جواز. هاي الطريقة الوحيدة اللي فيكن تجو فيها على اي دولة عن طريق اليون الامم المتحدة من دون جواز سفر. اما باقي الطرق. لما شمل اي شيء اجباري لازم كون جواز السفر. لازم يكون في اكتر يعني ستة شهور وفوق. اما هاي الطريقة ما بتكون جواز سفر ابدا. يعني في حال اذا ما في جواز سفر مو مشكلة كبيرة. اذا عندك عادي منيح. بس اذا ما في عندك جواز سفر كمان ما في مشكلة بياخدوك من دون جواز سفر. هنا يعني بيعطوك انه اوراق اوراق انه مسلا بيعطوك فيزا وكل شيء هاي عليه هون. ما بتدفع ولا دولار. يعني حتى اذا كنت انت مالك باسطنبول. بعنتاب مسلا. اه تطلع من عنتاب على اسطنبول كل التكاليف عليه هون. يعني حتى بتضل كم يوم بالفندق. لبين ما مسلا تجي طيارتك وفي فحوصات طبية رح يساولك ياه قبل السفر مسلا كم يوم. كل شيء هاي عليه هون. ما بتدفع ولا شيء. بتنام بالفندق عليه هون. الفحوصات كل شيء عليه هون. الفيزا اي شيء. ما بتدفع شيء. لا يقيس سجلوا يا جماعة العناوين بصندوق الوصف موجودة. عناوين تركي كلياتا. اي حدا حابب سجل يروح على اقرب مركز له. باسطنبول ولا انقرة ولا باي مكان. كمان اي حدا عنده سؤال يكتب لي بتعليقات. وبالنسبة لناس للي باللبنان او هذا الفيديو هو для الناس اللي بتركيا. العناوين تبع تركيين. احت bracالبادتهم بالصندوق الوصف. بالنسبة للناس اللي باللبنان التي ستكون فيديو سابق بقناتي. حطيت عناوين لبنان كمان. عناوين لبنان موجودة بفي أحدها في لبنان كمان حابب يسجل في عنوانين أساسيين في لبنان نزلتهم بقناتي على اليوتيوب كمان واحد منهم ببيروت واحد منهم بالبقاع العناوين بالتفصيل موجودين أي شارع كذا كل شي موجود حتى إذا ما ردوا عليكم بالتليفونات يا جماعة روحوا بإجريكم لهني كما نكون خسراني شي سجلوا وفي أخبار حلوة وعم بيأخذوا أعداد كبيرة أمريكا كندا أستراليا بريطانيا أسبانيا ألمانيا كثير دول طبعا أنت وقت تسجلوا أنتو شو لازم تقولولهم مثلا أنا بدي سافر على الدولة الفوء على ألمانيا رح يسألوك مين لك بألمانيا رح مثلا بتقولهم أخوي أختي بن عمي بن خالتي طبعا هنا بيأخذوا ملفك ويعني احتمال طول سنة أكتر أقل طبعا حسب الدولة وحاجتها مثلا ألمانيا رح تطلب مثلا ألف و أحد أمريكا ألف و أحد طبعا دائما ألمانيا أكتر دولة بتطلب ناس بصراحة ألمانيا أكتر دولة أولا عم تاخد لاجئين ولهلا كمان هي بعدين تتأكد من هون من أرايبينكم اللي موجودين بألمانيا مثلا أعناوين صحيحة عندهم مشاكل ما عندهم مشاكل شو وضعهم هالشي كمان بيساعدكن لهيك يا جماعة أي حدا عنده سؤال اكتبوا لي بالتعليقات وبتمنى يلي ما اشترك بالقناة يشترك لأنه عم حاول انساعدكن اشتركوا بالقناة كمان تحياتي ورسل الخير لقدام معك هاروج سلام اشتركوا في القناة